اخبار ايه ده وصول فرية نادي الزمالك اه للمطار ووصولهم للجزائر ايما الحفني اه في شكوك حوال ان هو يلحق او غالبا مش يلحق المطش ده يقال يعني اه مهانسر حابا برجيلة رئيس البعث احمد الشناوي حزم امام احمد توفيق جنش جاب كل اللعبة مفروض يعني ودي طلبة اه يعني مفروض اللعبة كلها تكون على اكمل وجه ان شاء الله هنعرف اخر الاخبار خلال الحلقة باذن الله من الجزائر اه يعني الامور في نادي الزمالك طبعا زي ما انت شايفين لما بيع فيه خسار او تعادل اقافات المستحقات واول ما بيبقى حصل فوز ومكسب الناس الاقافات بتتشاله وبتبتدي ترجع الامور طبيعية جدا الحياة يعني في كورة القدم اخصادها في الزمالك المبارات لما الزمالك بيكسب خلاص الدنيا بتمشي بشكل كويس اه المكسب مهم جدا جدا يدخل الزمالك على مطش حاصل حيوض بشكل هادي شوية زمالك طبعا هلاقي حاصل حيوض يوم الجاي لكن عند المطش ده اه مهم مطش اه اه بجاية اه اخر مطش النادي زمالك كانت عادل اه طبعا بطعم الهزيمة انا زمالك بيلاب على المركز الاول الفارغ ازداد الى 11 نقطة بينه وبين نادي الاهلي ناحية التانية النادي الاهلي اه بيستعد بساعدة كويس جدا نشوف نايمكن في بداية